قاصة السجوء تعالوا بينا نقول مقدرنا هنحتاج النهاردة نص كيلو من السجوء متقطع مكعبات صغيرة فلفل ألوان متقطع شرايح ثلاثة من الطماطم متقطع مكعبات صغيرة فلفل حامي متقطع شرايح بصلة كبيرة متقطع شرايح البهارات بتاعتنا هتكون بابركة بهارات سجوء ملح وفلفل اسود وصوص الجبنة طيب وعندنا كمان للوش كباية جبنة متزرلة صوص الجبنة بقى هيبقى عبارة عن ايه لانه هيبقى متوجد معانا في كل التصاط التانية فهنقول مقدار وانا هضعفه عشان اعمل بيه بقية التصاط مقدار صوص الجبنة معانا هيكون عبارة عن كبايتين من الجبنة المتزرلة وكبايتين من الجبنة تشيدر والتنين مبشورين طبعا معلقتين كبار من الزقيق ومعلقتين كبار من الزبدة وكبايتين من الحليب دي مقدير صوص الجبنة وتعالوا بينا كده هبدأ بصوص الجبنة أحطه على النار وبعدين نشتغل مع بعض في طاست السجوء بسم الله الرحمن الرحيم وعلى النار كده وفي حلة هبتدي أحط الزبدة وأحط معاها الدقيق أنا هنا مضعفة تمام؟ مضعفة الكمية اللي أنا قلت عليها علشان أشتغل بيها كل الطاصات اللي معانا النهاردة تمام؟ وتقليب بقى مستمرة علشان الدقيق مش عايزاه يلون ويغمق عايزينه فاتح زي ما هو علشان صوص الجبنة ياخد لون فاتح ما يبقاش غامق يبقى نقول تاني بقى صوص الجبنة عبارة عن كوبايتين من الحليب مع لقتين دقيق مع لقتين زبدة في الأول نحط الزبدة ودقيق على النار نوديهم تشويحة كويسة لغاية ما حس كده نضيق خلاص استوى بدون ما يلون ولا ياخد لون غامق ولا حاجة اللبن معايا بدرجة حرارة المطبخ ما يكونش متلج ما يكونش صخي ونجيب الحليب يلا بسم الله الرحمن الرحيم بالضبط كإني بعمل صوص البشاميل واجهز بقى معايا كده خلاص اضيق تمام هجهز معايا مضرب ده احنا بنقلب الدقيق والزبدة مع الحليب يلا كده حطينا لتر الحليب ونقلب بقى وهتلاقي القوام بدأ ايه يتقل والدنيا تبقى تمام عايزين هنا قوام الصوص اللي معانا احنا قلنا زي بالضبط هو زي صوص البشاميل بالضبط عايزين القوام يبقى إلى حد ما مش لا تقيل قوي ولا خفيف قوي يبقى إلى حد ما كده متوسط تعالوا بينا نحط الملح ومش هنكتر احنا عندنا جبن فراشة بسيطة كده من الملح والفلفل ونقلب بقى كنت حسن نضيق كتير شواه فمتهيقلي هنحتاج حليب لو عندنا حليب جواه يا جماعة تسلم عينيكي في انتظاركم زي ما قلنا عايزين قوام الصوص يبقى إلى حد ما متوسط ما يبقاش سميك قوي فانا حاسة انه كده هيتقل معايا قوي فمحتاجين ان احنا نخلط شوية حليب وعندنا بقى جبنة متزرلة وشيدر مبشورين هناخدهم ونبتدي ننزلهم بسم الله الرحمن الرحيم على الخليط هيبتدوا يسيحوا بقى في السخنية بتاعة الصوص بتاعنا هنا بقى نبتدي نهدي النار ونسيب بقى النار هادية عشان الجبنة نسيح بقى برحتها من غير ما تخرز مننا بسم الله احنا زي الفل يلا بينا يبقى هدي بقى النار خالص عايزين بقى الجبنة كده تبتدي تسيح برحتها خالص عشان ما تخرزش معانا احطين دلوقتي على النار طاسة بقى عشان نعمل بيها السجوء انا سايبة كده الجبنة على النار هادية خالص شامعة علشان تبتدي تفك وتسيح مع الصوص اللي احنا عملناه زي ما نشايفين اهو تمام بس انا حاسة ان القوام تقيل شوية فمحتاجين ان احنا نحط شوية لبن بس كده عشان تزبط معانا الدنيا حطين طاسة على النار وهبتدي احط فيها شوية زيت صغيرين خالص كلنا عارفين ان السجوء من الحاجات اللي بيبقى فيها نسبة دهون عالية جدا جدا طيب كويسة لبن جالنا وهاخد السجوء تمام عشان كده ما حطيتش كمية دهون كبيرة حطينا يضوبة كمه معلقتين زيت بس وهبتدي اشوح السجوء وحط بقى كوباية اللبن دي عشان انا حسن السوس تقيل زيادة عن اللزوم زي الفل هنسيب بقى الكلام ده كله يزبط مع بعضه وتجبنا تسيح برحتها تمام وتعالوا بينا الزيت صغير نحط بقى السجوء ونشوحه تشويحها كويسة جدا بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة تمدي البصل وكمان الفلفل عندنا فلفل الوان والفترة دي نحاول ناكل فلفل الوان كتير قوي في صلطة ندخلوا في اي وصفات بتاعتنا لانه حلو جدا وفي فيتامين سي كتير ونقلب السوس يبقى احنا شغالين الناحيتين الناحية بنعمل فيها السوس والناحية التانية بنعمل فيها السجوء سجوء بدأ ايه يستوي تشوح كويس ويلا بينا بقى ننزل بالبصل هنبدي البصل تشويحة كويسة لغاية ما يضبل قبل ما ابتدي اضيف عليه الفلفل الملون الله ريحة طلعة هيلة وهنا السوس زي ما نشايفين كده بدأ خلاص الجبنة تسيح تماما ويبتدي بقى يبقى فيه مطة تمام خلف كويس انا كده اقدر اشيل سوس الجبنة من العنار حتى لو لسه فيه بعض الجبنة مساحتش بما فيك كفاية فهي مع الحرارة ومع سخونية السوس كله هتسيح واحنا شايلينها من العنار علشان ما يلزقش معانا ويشيط وينزق في الارضية كده تمام جدا هيل زي الفل حطنا له الملح وحطنا زرة فلفل ومش محتاجين حاجة تانية خالص هنا بنقلب بقى السجوء مع البصل كويس جدا علشان البصل يدبل ما تيجي نجيب البهارات ونديها تشويحة مع السجوء والبصل تمام ايدي بهارات سجوء والبابريكا وندي رشة ملح وفلفل والراعي كويس جدا ان السجوء من الحاجات برضو اللي توابلها كلها فيها فمش محتاجين نزود لا الملح ولا الفلفل ولا البهارات يفين البابريكا بديت لون حلوة قوي قوي للسجوء تعال نحط بقى الفلفل نفيد نقطعه يعني شريح كل شريحة كده نصين عشان تبقى سهلة في الاكل مش محتاجين بقى ان احنا نسوي الفلفل ولا حاجة عايزينه كده يفضل لسه فيه ارماشة بسيطة تعالوا نضيف الطماطم ونضيف الفلفل الحامي لو احنا بنحبوه ما ما نحبوش نقدر نشيله خالص من الوصفة ما فيش مشكلة هحط بس الطماطم ممكن نحط يعني حاجة صغيرة كده او حاجة بسيطة من الفلفل الحامي وندي تقليبة والريحة طلعة جميلة جدا وخلصنا خلاص السجوء والدنيا بقى التمام وتسبك تعالوا بينا بقى ناخده ونحطه في الطاصة اللي هنقدم فيها عايزين نباين الدنيا بينا معنا كده ولا ها يلا بينا هابتدي قفاض دي السجوء في الطاصة طاصة التقديم بجد رحته هيلة احنا ممكن ناكله كده اصلا يعني احنا ممكن كده وصندوط شاد بقى والدنيا هتبقى زي الفل تعالوا بينا ناخد بقى من صوص الجبنة اللي احنا عملناه بسم الله رحمنا رحم ها هعمل كده وللقك عيوني حضرتك تقومر يا استاذ حمدي والله سحنا احنا احنا ها 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 زي الفل حط بالكمية اللي اضغطي لемуه هيل تعالوا بينا بقى حط شوية جبن على الوش كمان علشان امعانا بقى في الايه ان الجبنة تسيح كده وتبقى شكلها لطيف على الوش بسم الله هنا حاجة مهمة جدا الوعية تكون الجبنة طلعة من الفريزر وتفتفتيها وتدخليها الفرن عمرها ما تفك معاكي خليها دايما بدرجة حرارة المطبخ علشان تكتسب السخونية بسهولة وتبقى طرية فتسيح معانا على طول على طول من غير ما تاخد لون وهي لسه متماسكة ولسه حبيبات هندخل بقى طاصة السجوء في الفرن على الرف الوسطاني مش محتاجين تسوية كل اللي احنا محتاجينه ان الجبنة تبتدي تسيح والسجوء ياخد من طعم صوس الجبنة وكله بقى يمتزج مع بعض ويطلع معانا عشرة على عشرة يلا بينا على الفرن على طول بس هنضف الطرف علشان ما يتحرقش معانا يبقى شكله حلو بعد ما يطلعوا بسم الله احنا كده تمام يلا بينا على الفرن على الرف الوسطاني بسم الله الرحمن الرحيم احنا الدنيا زي الفل ما شاء الله اللهم بارك واو بجد طحفة جدا وادي طاصة السجوء هايل 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 ما شاء الله شكله يفتح النفس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة